اشتركوا في القناة دروس التعلم عن بعض يسر قسم الرياضيات بمدرسة الاندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم مرة أخرى يا أعزائي الطلبة مرحبا بكم في حصة الرياضيات اليوم هو الأربعاء التاريخ 24-20021 درسنا لهذا اليوم هو مراجعة الوحدة الثامنة مع تقييم الأداء القيمة التربوية وهي الإصلاح قوانين العمل الجماعي أولا التعاون لنتعاون مع المدرس في هذا الفيديو ثانيا المشاركة والمناقشة نشارك المدرس في بعض الأسئلة ونناقشه في الأسئلة الأخرى وثالثا الهدوء نستمع لهذا الدرس وفي هذا الفيديو جيدا لكي نفهم الدرس كاملا في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادر على أن يحدد قيمة رقم من خلال موقعه في عدد معين تحديدا صحيحا ثانيا أن يكتب أعداد من ثلاث أرقام بالصيغة القياسية والتحليلية واللفظية ككتابة صحيحة لنبدأ يا عزائي الطلبة كيف يمكنني قراءة وعد وتمثيل العداد حتى مئة لنبدأ في السؤال الأول ما العدد الذي يمثل هذا النموذج نرى يوجد لدينا مئات ويوجد لدينا عشرات ويوجد لدينا أحد في المئات ثلاثة أي يعني ثلاثماء وفي العشرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أي خمسون وفي الآحد واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن الجواب ثلاثماء وأربعة وخمسون لنرى إجابتنا كانت صحيحة أم لا أحسنتم لنكمل وفي السؤال الثاني الرقم ثلاثماء وتسعة أي يوجد لدينا ثلاثة في المئات وصفر في العشرات وتسعة في الآحد لنبحث عنها أحسنتم إنها بي لنرى الإجابة أحسنتم بارك الله فيكم لنكمل يوجد لدينا في السؤال الثالث أربعمائة وتسعون تسعة ماذا تمثل هل هي مئات أم عشرات أم أحد أحسنتم عشرات إذن جواب هو تسعون وهو رمز سي لنرى أحسنتم بارك الله فيكم لنكمل هيا يا عزائي الطلاب لنبدأ في حد هذه المسألة ما الصيغة اللفظية للنموذج يطلب مننا الصيغة اللفظية هيا لنعد كم يجد لدينا في خانة المئات ثلاثة وفي خانة العشرات أحسنتم أربعة وفي خانة الأحد أحسنتم إنها ثمانية إذن أربعمائة وثمانية وأربعون الجواب هو D أحسنتم هيا لنكمل عزائي الطلاب لنحل هذا السؤال قامت والدة حمد بإعداد مائة وخمسة وأربعون وجبة غذائية صحية وطلبت منه توزيعها على الفقراء هيا بنا لنرسم الرقم مائة وخمسة وأربعون كم يجد لدي في فئة المئات أحسنتم واحد وفي فئة العشرات أحسنتم إنها أربعة وفئة الأحد أحسنتم خمس وأحد لقد رسمناها لنبدأ نأخذ هذه القيمة كم قيمة خمسة قيمة خمسة هي أحسنتم خمسة وكم قيمة أربعة أحسنتم إنها أربعون وكم قيمة واحد أحسنتم إنها مئة لنكمل ما هي الصيغة التحليلية لنرى مائة زائد أربعون زائد خمسة أحسنتم لنكمل الهدف الأول وما هو الهدف الأول الهدف الأول هو يحدد قيمة رقم من خلال موقعه في عدد معين تحديدا صحيحا هيا يا طلاب الأعزاء لنستمر لنبدأ في النمذجة اشترى حمد مجموعة من القصص لقراءتها في الإجازة وكان عددها هو الممثل بالنماذج الآتية كيف يمكن كتابة العدد في جدول القيمة المنزلية؟ نلاحظ أنه يوجد لدينا واحد من المئات وفي العشرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن خمس عشرات وكم يوجد لدينا في الآحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن مائة وخمسة وتسعة وينطق مائة وتسعة وخمسون أحسنتم لنكمل هيا يا عزائي الطلبة لنكمل هذه المسألة يوجد لدي في المئات ويوجد لدي في العشرات ويوجد لدي أحد كم عدد المئات؟ أحسنتم واحد كم عدد العشرات؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وكم عدد الأحد؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أحسنتم إذن مائة وتسعة وخمسون هيا لنكمل هيا يا طلاب الأعزاء لنرى هذا السؤال كم يوجد لدي في فئة المئات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة احسنتم انه خمسمائات وكم لدي في العشرات نرى يوجد لدينا واحد اذا نضع واحد وفي الاحد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة نضع ستة في خانة الاحد والجواب هو خمسمائة وستة عشر احسنتم لنكمل الهدف الثاني يكتب اعداد من ثلاثة ارقام بالصيغة القياسية والتحليلية واللغضية كتابة صحيحة هيا يا طلاب الأعزاء لنبدأ بالهدف الثاني السؤال الاول اذا كان عدد طلاب مدرسة الاندلس هو الممثل بالنماذج الاتية اكتب العدد بثلاث صيغ مختلفة اولا الصيغة القياسية يوجد لدينا ستة من المئات واثنان من العشرات واربعة من الاحد الصيغة القياسية اذا ستمائة واربعة وعشرون احسنتم الصيغة التحليلية وهي لنحلل كم يوجد لدي في المئات احسنتم ستة اذا ستمائة زائد كم لدي في العشرات اثنان احسنتم عشرون وكم لي في الاحد اربعة وتبقى زائد اربعة بارك الله فيكم لنكمل الصيغة اللفظية وما هي الصيغة اللفظية لننطق هذا الرقم في الصيغة اللفظية ستمائة واربعة وعشرون احسنتم لنكمل هيا يا عزائي الطلبة لنبدأ بالسؤال الثاني ارسم خطا يصل الصيغة بما يمثلها اولا الصيغة التحليلية التحليلية وهي ماء زائد عشرون زائد واحد احسنتم السؤال الثاني وهو الصيغة القياسية القياسية وهي ماء وواحد وعشرون احسنتم الصيغة اللفظية ثالثا وهي مائة وواحد وعشرون احسنتم بارك الله فيكم لنكمل انتهينا يا عزائي الطلبة من الهدف الثاني لنأخذ الآن الهدف الثالث وهو كيف يمكنني قراءة وعدوة تمثيل العداد حتى 100 في لعبة اسمها من سيربح المليون لنبدأ هيا يا عزائي الطلبة من الفائز؟ السؤال الأول ما العدد المناسب لإكمال النمط؟ 753 763 فراغ 783 ما هو الجواب الصحيح في هذا الفراغ؟ نلاحظ أن الرقم العشرات هو الذي يتغير أي 753 763 773 783 إذن الخيار رقم بي لنختار هذا الخيار لقد اخترنا 773 لنرى إذا كانت إجابة صحيحة أم لا رائعا أحسنتا إنها إجابة صحيحة هيا لنرجع للسؤال الثاني العدد 345 هل هو أكبر أم أصغر أم يساوي 543 أحسنتم إنه أصغر من أي أي C لنرى الإجابة لقد وضعنا علامة C إنه أصغر من هل أنتم تؤكدون من الجواب؟ هيا لنرى إذا كانت إجابة صحيحة أم لا أحسنت يا بطل إجابة صحيحة هيا للجوع للسؤال الثالث السؤال الثالث يقول ضع العلامة المناسبة لنبدأ من اليسار 912 هل هي أكبر أم أصغر من 219 أحسنتم إنها أكبر إذن الجواب A لنضع على A وضعنا على A الجواب هو أكبر هل جواب صحيح أم لا لنرى أحسنت يا بطل أحسنتم يا أبطال هيا لنكمل الدرس أراد تميم وفهد أن يتدخرى مبلغا لشراء هدية لولدتهما كان لدى كل واحد منهما 210 ريال تميم كان لديه 210 QR في الحصالة وفهد كان لديه 210 QR في الحصالة لنرى كم ادخر كل واحد منهم ولنرى من هو أكبر عدده أكثر من الثاني هيا يا أعزائي تميم كان لديه 210 ريالات في الحصالة جمع تميم واحد ريال وواحد ريال وواحد ريال كان يجمع كل مرة واحد ريال داخل الحصالة لنرى أولاً كان لديه 210 ريالة أصبح لديه 211 ريالة ثم أصبح لديه 210 ريالة ثم أصبح لديه 213 ريالاً فهد كان لديه 210 وكان يضع في الحصالة 10 ريالات كل مرة لنرى كم أصبح لديه 210 وثم أصبح لديه 220 ثم أصبح لديه 230 ثم أصبح لديه 240 قارن بين العددين اكتب أكبر أو أصغر أو يساوي 213 كان لديه تميم و 240 لديه فهد إذن 213 أصغر من 240 أحسنتم بارك الله فيكم لنكمل وفي نهاية هذا الدرس يا عزيزي الطلاب لنبدأ في الغلق ما الصيغة القياسية للعدد الممثل بواسطة قوالب القيم المنزلية يوجد لدينا 3 في المئات و 1 في العشرات و 5 في الأحد الجواب الأول هو 315 والجواب الثاني 315 الجواب الثالث 300 زائد 10 زائد 5 والسؤال الرابع 351 ما هي الإجابة الصحيحة أحسنتم إنها 315 إنها الصيغة القياسية لنكمل السؤال الأخير هل العبارة صحيحة؟ اختار نعم أو لا 576 أصغر من 675 نعم أو لا؟ نعم أحسنتم لأن القمسة في فيئة المئات أصغر من 6 في فيئة المئات الرقم الآخر الرقم الثاني 435 أكبر من 354 أحسنتم نعم لأن الأربعة في فيئة المئات أكبر من 3 في فيئة المئات في الرقم الآخر في الرقم الثالث السؤال الثالث وهو 698 أصغر من 896 نعم أحسنتم لأن 6 في فيئة المئات أصغر من 8 في فيئة المئات في السؤال الرابع 899 أصغر من 799 أحسنتم لا لأن الثمانية أكبر من السبعة إذن إنها إجابة خاطئة هيا نراكم وفي النهاية يا عزيزي الطلبة الواجب على المنصة الدراسية العدد بالصيغة التحليلية كم العدد بالصيغة التحليلية؟ جوابه على المنصة الدراسية في الواجب أوصيكم بالدراسة اليومية والاستعداد للدرس القادم في الغد إلى اللقاء يا عزيزي الطلبة